علشان كده اعرف ان القلوب انواع فعندك اول قلب من انواع القلوب القلب السليم اللي هو ينجو يوم القيامة اللي ربنا قال عليه في القرآن يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يعني قلب سليم إذا أحب أحب لله وإذا كره كره لله وإذا أعطى أعطى لله وإذا منع منع لله سبحانه وتعالى قلب يحفظ الجميل لأنه سمع النبي الجميل صلى الله عليه وسلم وهو يقول من صنع فيكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى ترون أنكم قد كافئتموه قلب صفي قلب نقي قلب زكي قلب تقي لا تجد فيه كبر ولا غل ولا حقد ولا حسد ولا ضغينة ولا كراهية ولا يدعو على أحد بالشر ولا يدعو ولا يتمنى زوال النعمة عن أحد قط لا يعرف القره أبدا القلب ده ما يعرفش القره أبدا وليه أمارة قبل ما أخد التليفون اللي معايا ليه أمارة جميلة جدا اعرفها علشان تبقى من أصحاب القلب السليم أقل معروف فيه يؤثر فيه أقل جميل فيه يؤثر فيه ما يعرفش يعض الإيد اللي تمدت له ما يعرفش ينكر الجميل ما يعرفش يعتدي على صاحب المعروف ما يعرفش ينكر المعروف ويبدأ يسيء ويشوه الناس لمجرد الخلاف البسيط لا ده قلبي تقي بص كده الأمينا عائشة في حادثة الإفك بص الموقف اللي انت ممكن وأنا وكل الناس من مخيلتها ملوش لازمة بتقول امرأة من الأنصار مش قادرة نسالها اللي عملته معايا يوم حادثة الإفك عملت إيه؟ دخلت قالت إيه؟ اتكلمت في حقك إزاي؟ ما قالتش حاجة خالص غير أنها دخلت على أمنا عائشة فوجدت أمنا عائشة تبكي فجلست بجوارها تبكي زي ما أمنا عائشة بتبكي الست اللي من الأنصار دي فضلت تعايت على عياط أمنا عائشة ثم احتضنت أمنا عائشة ثم انصرفت أمنا عائشة تقول مش قادرة نسالها الموقف ده أبدا مش قادرة نسالها الموقف ده أبدا القلب السليم اللي علمهن النبي صلى الله عليه وسلم هو واقف أمام أسرى بدر كلهم ويقول لو جاءني المطعم ابن عادي في أسرى بدر كلهم لأجبته من المطعم ابن عادي من لا مش راجل مؤمن مش صحابي ده راجل مشرك بس النبي مش قادر ينساله يوم كان النبي قومه زهاؤوه خرجوه فقال له رايح فين على حدود مكة رايح فين يا محمد قال له قومي أخرجوني قال له ما ينفعش انت تخرج مثلك لا يخرج ولا يخرج مش انت اللي تخرج ارجع فأنت في جواري وأنت في حماي شوفي الجمال سيدنا الحبيب ما يقدرش ينسى الموقف ده أبدا ويقول في أسرى بدر والذي نفسه محمد بيده لو جاءني المطعم ابن عادي في أسرى بدر كلهم لا أجبته القلب السليم اللي ما يردش عن نفسه اللي يسمع الإساءة ويترفع لأنه يترق عرضه ويترق الجميل ويترق كل ما فعل بين يدي الله سبحانه وتعالى وعند الله تجتمع الخصوم علشان كده لما سيدنا أبو بكر أعتقى بلالا قالوا ما أعتقى بلال إلا ليد البلال عند أبو بكر يعني معروف صنعوا بلال في أبو بكر فأبو بكر بيردله الجميل أبو بكر من شغلش يعمل نشرة إعلانية ويخرج في كل القنوات ويعد على كل صحابة يقول له لا والله ما فيش أبدا سيكد سمع الكلام وسيكد من اللي دافع عنه رب العباد من فوق سبع سماوات بقرآن يتلى إلى يوم القيامة في صورة أكتر نحفظها رب ننزل وقال إيه وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ولسوف يرضى شوف جمال ربنا وعدوا بالرضى ردا على كلام الناس